اشتركوا في القناة ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له مشيدا معاليه بعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والتي انباثقت من ثوابت الأخوية والرؤى المشتركة المبنية على قواعد الصلبة أسست أو أسست عبر التاريخ وتستمر مسيرة هذه العلاقة الأخوية المباركة بعون من الله تعالى وبرعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفداء القائد الأعلى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله ورعاهم وذلك لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة البلدين والشعبين الشقيقين وبفضل تلك الرعاية الكريمة تشهد هذه العلاقة على الدوام تطورا مستمرا على كافة الأصعدة وفي كل ميادين العمل العسكري وفي شتى مجالات التعاون والتنسيق الدفاعي القائم بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية ولواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني ولواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات ولواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري ولواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار الضباط